لكن طبعا نتيجة الأحداث اللي تمت خلال الساعات القليلة الماضية والبيانة المحترمة بالتأكيد للأستاذ زناشة تديه رئيس قناة تن عايز أأكد على الكلام اللي قلته فيه بداية الحلقة واللي كان بالتأكيد زميري أمير هشام تكلم فيه هنا مبارح ووضح لحضراتكم ليه الكابتن مجدى عبدالغاني بهاجم النادي الأهل وقياداته ومسؤوليه ووجهنا عتاب راقي لقناة تن اللي بتبس من خلالها برنامج البريمو اللي بيظهر فيه الكابتن مجدى عبدالغاني وطبعا كان بيتجاوز في حق النادي الأهل خلال الفترة الأخيرة الحقيقة بكل تأدير واحترام بكل تأدير واحترام عايز أشيد بموقف المحترم للأستاذ زناشة تديهي رئيس القناة واللي تصرف بمنتهى المسؤولية والحكمة والتأدير أيضا كمان للنادي الأهل وقياداته وجماهيره وإحنا هنا بنشكره وبنسمن على الخطوة اللي قام بيها لإيقاف التجاوزات اللي تمت من الكابتن مجدى عبدالغاني خلال الفترة الأخيرة وكانت بصراحة غير مبررة وأصدر بيان محترم أكد فيه على تقديره الكامل للنادي الأهل وقياداته وجماهيره والتزام قنط بكل المواصيق المنظمة للعمل الإعلامي وتحديدا العمل الإعلامي الرياضي خلال الفترة القادمة واتخذ من خلال هذا البيان سلاس قرارات أول قرار كان مخبت النادي الأهلي بتحديد الوقاء التي حدثت بالبرنامج وشافها بالتأكيد أو بتمثل خروج البرنامج على المواصيق والقوانين المنظمة للعمل على تصويبها منذ انطلاق هذا البرنامج خلال الفترة الأخيرة ثانيا بتهيب إدارة القناة بأسرة الإعلام الرياضي في مصر بالعمل على ضبط الأداء والارتقاء به وعدم خلق حالة من التوتر بين جماهير الكرة المصرية ثالثا عدم ظهور الكابتن مجدي عبدالغني على شاشة القناة بالنسبة للمرحلة الجاي احنا بنقفل الصفحة وزي ما أكدت فيه بداية الحلقة احنا بنقفل الصفحة وكل التأدير والاحترام من جانبنا لهذا الموقف للحفاظ على قيم المجتمع وأن يكون إعلامنا والإعلام الرياضي إعلام هادف وإعلام بناء وعايز أقول الكلمة للكابتن مجدي أتمنى تلاجع نفسك ولازم تعلي القيم الإخلاقية ولما بننتقد احنا هنا لما بننتقد ببنجرحش عشان كده الصفحة بالنسبة لنا تأفلت ومش هنتكلم فيها تاني لكن لازم نأكد على الموقف المحترم والمسئولية والتأدير اللي ظهر من الأستاذ ناشة تديه رئيس قناة تين واللي اتصرف بصراحة منتهى المسئولية والإحترام والتأدير للنادي الأهلي ومسئوليه وجماهيره وإحنا بالتأكيد بنحترم هذه الخطوة وبنسمينها لأنها بالتأكيد هيكون لها صدى إيجابي بالنسبة للإعلام الرياضي الفترة اللي جاي الإعلام دايما دوره أنه يكون لي دور إيجابي مع المجتمع ودور بناء مع المجتمع فبالتالي أي خطوة إيجابية بتسير في نفس الاتجاه لازم نشكر صاحب هذه الخطوة وصاحب هذا القرار وشكرا كمان لتأديره على احترامه لمجلس إدارة النادي الأهلي ومسئوليه وقياداته وأيضا جماهير النادي الأهلي في كل مكان